السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكو حبايبي يا رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بيكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصفة الخامس الابتدائي في المنهج الجديد الفصل الدراسي الأول هقدم معاكم مراجع على مادة العلوم للمفهوم الأول الجزء الأول اللي احنا شرحناه كلها أسئلة بسيطة وسهلة جدا أنا اللي أصدق أبدأ معاكم بأسئلة سهلة علشان كلكم تتشجعوا وتذكروا وتحفظوا مادة العلوم وتفهموها وتبقى مستسهلين المادة قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة مفيدة وكلكم بتستفادوا من الفيديوهات حتى لو معلومة بسيطة جدا كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلوكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وتبقوا الفيديو للآخر واستفادوا من الشرح بطرقة بسيطة وقولوا رأيكم في التعليقات في الشرح اللي أنا بقدم لحضراتكم السؤال الأول للدرس الأول بعنوان احتياجات النبات والسؤال الأول عبارة عن أكمل وبيقول لي بتساعد الجزور النبات في الحصور على العناصر الغذائية من التربة والماء وأنا بشرح قلتلك ركزوا كويس جدا على السؤال ده هو كنت شرحا في الصفحة الأولى من الشرح بتاعي الجزور هي اللي بتساعد النبات في إن هو يحصل على العناصر الغذائية من التربة دي أول حاجة تساعد الجزور النبات في الحصول على العناصر الغذائية من التربة ويحفظوا الجملة معايا وأنا بقى أشرح كده السؤال الثاني بيحتاج النبات إلى الماء والتربة وضوء الشمس ومساحة خاصة لكي ينمو النبات محتاج إيه؟ النبات محتاج ميا ومحتاج تربة ومحتاج ضوء الشمس ومساحة يقدر ينمو فيها ويقبر ويزدهر ويزيد علشان إيه؟ علشان ينمو يبقى يحتاج النبات إلى الماء والتربة وضوء الشمس ومساحة خاصة لكي ينمو السؤال الثالث وسؤال مهم جدا ويقابلكوا ونتوا بتحله كتير وهتلقوا موجود في نمازج الوزارة السؤال ده إن شاء الله من المكاونات الأساسية للنبات من المكونات الأساسية للنبات الجزر الصاق الأوراق الجزر الصاق الأوراق ويحفظوا السؤال وركزوا عليه من المكونات الأساسية للنبات الجزر الصاق الأوراق السؤال رقم 4 لابد من وجود ماء وآشعة الشمس وبيئة وهواء كي يقوم النبات بإيه؟ بالعمليات الحيوية لابد من وجود لازم النبات يكون ليه موجودة عنده مية موجودة عنده شمس وموجودة عنده هوا موجود عنده بيئة علشان يقدر يعمل ايه علشان يقدر يكون بالعمليات الحيوية بعد كده السؤال رقم خمسة وده يكون اخر سؤال عنده في الصفحة الاولى وبيقول لي يعرف عملية بهو كاتب لهو التعريف بتاعها وعايزني انا اقول التعريف ده تعريف ايه وبيقول لي هي العملية التي تبدأ بها البذور في النمو لتصبح نباتا وانا قلت ان ده تعريف عملية الانبات والتعريف ده هم هم جدا وركزوا عليه هي العملية التي تبدأ بها البذور في النمو لتصبح نباتا مرة تانية الإنبات عملية بتبدأ فيها البذور تبدأ تكبر وتنمو علشان تبقى نبات قدام عينينا يبقى الإنبات هي العملية التي تبدأ بها البذور في النمو لتصبح نباتا هذا السؤال رقم خمسة هنتميقل مع بعض على السؤال رقم ستة وبيقول لي أول حاجة لا تحتاج البذرة عند الإنبات إلى إيه؟ البذرة ما بتبقاش محتاجة أول ما بتيجي تنبت كده ما بتبقاش محتاجة لضوء الشمس قلتلكوا ركزوا على السؤال ده عشان سؤال مهم لا تحتاج البزرة عند الإنبات إلى ضوء الشمس عند بداية البزر في الإنبات البزرة بقى بدأت تنمى وتكبر قدام عانيه بتظهر بقى إزاي قالك أول حاجة هي بتظهر بتظهر الجزر الأول بعد كده بتظهر الصاق يعني الجزر ده بيبدأ يظهر الأول وبعد كده بيبدأ يظهر قدامي الصاق الصاق دي اللي هتحمل الأوراق يبقى أول حاجة عمده عند بداية البزور في الإنبات تظهر الجزور أولا ثم الصاق سؤال مهم جدا نقوله مرة تانية عند بداية البزور في الإنبات تظهر الجزور أولا ثم الصاق رقم ثمانية بتظل البزور غير نشطة حتى تتوافر الملأمة للإنبات البزرة بتفضل غير نشطة يعني ما تعمل ليش مبقاش منها أي فايدة لحد موفر لها الظروف المناسبة للإنبات يعني وفر لها درجة حرارة المناسبة أو وفر لها مية أو وفر لها تربة خصبة يبقى البزور بتظل غير نشطة حتى تتوافر الملأمة للإنبات مرة كمان تظل البزور غير نشطة حتى تتوافر الملأمة للإنبات السؤال رقم تسعة بيتغزن النبات في مرحلة الإنبات عن طريق إيه؟ خلاص النبات بدأ يظهر قدامي هم هيتغزن النبات عن طريق إيه؟ هيتغزن عن طريق الطعام اللي موجود داخل البزرة الطعام داخل البزرة ده الكلام ده في مرحلة الإنبات يتغزن نبات في مرحلة الإنبات عن طريق الطعام داخل البزرة بيتغزن نبات في مرحلة الإنبات عن طريق الطعام داخل البزرة السؤال رقم عشرة تساعد النباتات الصحراوية على البقاء لفترات طويلة دون ماء إيه اللي بتكون موجودة وبتساعد النباتات الصحراوية إن هي تفضل موجودة كده وموجودة في الصحرا ومتحملة درجة حرارة الصحراء من غير ما يكون لها مية احنا خدناها من السنة اللي فاتت اسمها القدرات التكيفية التكيف في التركيب اللي ربنا خليها به اللي هو اللي بخليها وقفة كده في الصحراء وقدرة تتكيف وتتعايف مع الظروف البيئة اللي هي موجودة فيها بدون مية ومتحملة درجة الحرارة العالية اللي بها دي اسمها القدرات التكيفية وركزوا عليها كويس جدا عشان وارد تجيركم في المصطلح العلمي بتساعد نقط أو هي أو هي وسيلة بتساعد النباتات الصحراوية على البقاء لفترات طويلة دون ماء تبقوا انت عارفيني ان دي اسمها القدرات التكيفية القدرات التكيفية بتساعد النباتات الصحراوية على البقاء لفترات طويلة دون ماء هنتنقل مع بعض على السؤال رقم 11 بتصنع النباتات غزائها من خلال عملية البناء الطوي ركزوا كويس اسئلة بتتقرر واسئلة سهلة جدا وعايزكم تحفظها كلكم وكونوا فاهمينها النبات بيصنع غزاءه من خلال عملية البناء الطوي سؤال بسيط وسهل السؤال رقم 12 وبيقول لي بيحتاج النبات الى العناصر الغزائية والمية وساني اكسيد الكربون وإيه تاني النبات واخد العناصر الغزائية ولو تفهمتكم العناصر الغزائية دي زي النيتروجين وزي الفسفور النبات بيبقى محتاجهم بياخدهم من التربة وبياخد مية بيحتاج ساني اكسيد الكربون يبقى لسه ناقص ايه ناقص اشعة الشمس ودايما نحطه في المقق وكده مش شرط الحفظ يعني افهمهم انا عندي نبات النبات هيحتاج ايه محتاج شمس محتاج مية محتاج هوا هوا يعني ساني اكسيد الكربون بياخده وبيخرج لنا الاكسجين ومحتاج عناصر غزائية بياخدها من التربة زي ما انا قلتلكوا فهمتكم يبقى النبات بيحتاج لعناصر غزائية وماء وساني اكسيد الكربون واشعة الشمس بعد كده بتصنع السؤال انا مقرارا مرتين عشان كده تلقوني كتبت رقم 13 مرة تاني بتصنع النبات غزائها من خلال عملية البناء الضوئي وهنصحر عشان قررته مرة هو في رقم 11 وقررته تاني وانا بكتبه رقم 13 السؤال رقم 13 بقى بتصنع النباتات غزائها من خلال عملية البناء الضوئي من خلال ايه ايه اللي بوجود في النبات بيخلي النبات يقدر يعمل العملية البناء الضوئي ده قالك اللي موجود في النبات حاجة اسمها الأوراق الورق الأخضر. الورق الأخضر ده بيكون جوال بلاستيدات الخضراء اللي بتمتصده الشمس وبتساعد النبات في ان هو يقيم بعملية البناء الضوئي. وركزوا على السؤال ده جدا بتصنع النباتات غزائها من خلال عملية البناء الضوئي من خلال الأوراق من خلال الأوراق. هو ده كان سؤال اختياري وجايب لي فيه الأوراق ولا الصاق ولا الأوراق ولا الصاق ولا الجزر. فاحنا طبعا اخترنا ان النبات بيصنع غزائه من خلال عملية البناء الضوئي من خلال الأوراق. بعد كده اخر سؤال موجود عندي رقم 14 في الأسئلة الأكمل بتحتاج النباتات الى ثاني اكسيد الكربون وبتنتج ايه اللي احنا بنعتمد عليه في عملية التنفس. خليكم ركزين كويس الحتة دي. النبات وقت ما بييجي يعمل عملية البناء الضوئي اللي بيعملها بالنهار في ضوء الشمس بياخد غاز اسمه غاز ثاني اكسيد القربون وبينتج غاز اسمه غاز الاكسوجين اللي احنا بنعتمد عليه في عملية التنفس بتاعتنا. احنا مين? احنا الانسان. لكن النبات بيجي بالليل بيعمل عملية اسمها عملية التنفس بيبقى زيه زي الانسان بالزبط. بيخرج سني اكسيد الكربون وبياخد اكسوجين. دي اسمها عملية تنفس خاصة بالنبات. بيعملها بالليل ليلا. علشان كده بيقولك ما ينفعش وانت نايم تاخد معاك زرعة في قلب الاوضة مثلا وفي قلب الحجرة اللي انت نايم فيها. وتقفل الاوضة كلها وتبقى انت ويظهر على نايمين مع بعض ده النبات ده ممكن يخلص لك على الاكسوجين اللي موجود في القلب الحجرة اللي انت نايم فيها دي. فده بيكون خطر جدا. فيركزه في السؤال ده ها. اثناء عملية البناء الضوءي بياخد النبات غاز ساني اكسود الكربون وبيخرج غاز الاكسوجين ونتزه كويس جدا. هو عايز ايه? هو عايز عملية البناء ضوء. وكاتب لك اهو بتحتاج النباتات الى ساني اكسود الكربون يعني ايه عايز ساني اكسود الكربون وهتنتج ايه? هتنتج الاكسوجين اللي بنعتمد عليه في ايه? بنعتمد عليه في عملية التنفس. بعد كده السؤال الثاني والسؤال الثاني ده عبارة عن اسئلة صح وغلط. وانا جايبا لكم اسئلة سهلة وبسيطة بقى. حلبوا بقى مادة العلوم واستسهلوها ما فيش فيها اي صعوبة. وان شاء الله نقدر نقدمها معاكم كلها كاملة بطرقة سهلة. النباتات الصحراوية بتتطلب كميات اقل من المياه. مقاربة تان بالنباتات الغابات المطيرة والاجابة صحيحة. ولسه ايلين دلوقت ان القدرات التكيفية بتاعة النبات الصحراوي. هاوا اللي نخليه يقدر يتكيف مع درجة الحرارة العالية ومع قلة المياه ويبقى موجود وعايش ومزهزه كمان. علشان كده للنبات الصحراوي ده بياخد مية قليلة مقارنة بالغابات المطيرة. السؤال التاني النباتات البنية اللون وكلة النبات الاخضر بيقول ان ده بيشير الى نظام بيغر صحي طبعا الاجابة خاطئة. النباتات البنية وكلة النبات الاخضر ده ما بيشيرش. بقولك لا يشير مش يشير لا يشير إلى نظام بيئر صحي يعني أنا ممكن أشوف قدامي نبات بني كده بعيني أو قلة النبات والنبات ده ممكن يكون متأثر بس بقلة المية أو درجة الحرارة بس مش معنى كده أن النبات ده تعبان أو أن النبات ده دبلان لا بالعكس ده ممكن يكون نبات في أحلى وقته بس محتاج مثلا أن هو يشرب مية أو محتاج أن هو يكمل النمو بتاعه ويرجع يزدهر تاني فترة من الوقت المعين بعد كده السؤال التالي بيقول فترة الجفاف المصحوبة بسكون النباتات بتعد جزء من دورة الحياة الصحراوية الطبيعية الإجابة صحيحة واتكلمت عليها وأنا بشرحها وقلت لكم أن النبات بيجلوا فترة اسمها فترة السكون الفترة دي بتيجي بعد بكون مصحوبة لفترة الجفاف والفترة دي بتعتبر دورة أو بتعد جزء من دورة الحياة الصحراوية الطبيعية والإجابة صحيحة السؤال اللي بعد كده هناك مناطق تنمو فيها النباتات طبعاً ده كلام صح ومناطق لا تستطيع النمو النباتات فيها حتى بعده طول المطر دي إجابة صحيحة السؤال اللي بعد كده بيحتاج النبات لمية وتربة وضوء شمس ومساحة خاصة لكي ينمو الإجابة صحيحة وكده كانت أول جملة عندي في شرح المفهوم الأول إن النبات بيحتاج لمية وتربة وضوء شمس ومساحة خاصة لكي ينمو السؤال اللي بعد كده بيقولي تبقى البذور نشطة حتى ولم تتوافر الملأمة للإنبات طبعا الإجابة خطأة البذور بتبقى غير نشطة إذا لم تتوافر لها الظروف الملأمة للإنبات بعد كده بتصنع النباتات غزقها من خلال عملية بناء الضوء الإجابة صحيحة بيحتاج النبات إلى ثاني أكسيد الكربون وبينتج الأكسوجين الذي نعتمد عليه في عملية التنفس الإجابة صحيحة وانا شرحت معكم جزئية ديات في الورقة اللي قبلها ده أسئلة سهلة وبسطة جدا قدمتها معاكم عشان حبيبكم في مادة العلوم بطرقة سهلة يربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم جميعا حبيب طلاب الصف الخامس لابتداء بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة